بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المحاضره راح نشاء الله نناقش الارجمينتز في هذا الفيديو كيف نرسل الارجمينتز والقواعد اللي من خلاله اللي لما نجي نرسل الارجمينتز الآن عندنا ميثود M هنا ما ترجع لنقيمة لكن تستقبل برامترز نبغى نرسل الارجمينتز حتى نسندها للبرامترز كيف نستدعي الميثود راح نقول مثلا نفرض ان الميثود M تبع object O زينا فنقول O اللي هو اسم الابجيكت dot M بعد كذا هنا نضع الارجمينتز طيب عندنا ثلاث قواعد لما نجي نكتب الارجمينتز ثلاث قواعد واحد يتطابق عدد الارجمينتز مع عدد البرامترز اثنين يتطابق ترتيب الارجمينتز مع ترتيب البرامترز ثلاثة يتطابق نوع واقصد هنا data type data type للارجمينتز مع نوع البرامترز سمعنا الكلام هذا ازين اولا هنا عندنا برامتر عندنا برامتر عدد البرامترز اثنين ترتيب البرامترز هو اكس ثم بعد كذا واي نوع البرامترز هو انتجر ودبل اذا لما اجي هنا ارسل الارجمينتز نضبوط لازم اول شي ارسل two arguments لازم يكون لدي فاصلة لازم يكون لدي الارجمينتز الولى والارجمينتز الثانية حتى يتطابق العدد نضبوط يجب ان يتطابق الترتيب الارجمينتز اللي ابغى ارسلها للإكس ارسلها هنا والارجمينتز اللي ابغى تروح للواي احطها هنا ما يصلح اقلط الارجمينتز الولى راح تروح للبرامتر الاول زين الارجمينتز الولى راح تروح للبرامتر الاول الارجمينتز الثاني راح تروح للبرامتر الثاني مضبوط ويجب ان يتطابق النوع يجب أن تكون الأولى integer والثانية double هذه شروط إرسال الأرغيمنت إلى method الأرغيمنت نفسها هي عبارة عن expression مرة ثانية نرجع لكلمة expression نكررنا كلمة expression كثير أي expression هنا ممكن نضعها مثلاً هنا نبنرسل x x عبارة عن integer ممكن أن نرسل مثلاً 3 زائد 5 3 زائد 5 عبارة عن integer إذن تطابق النوع منبوض حيننا نبغي قيمة x تكون 8 فعطينا expression أبسط expression ممكن نعطيه ممكن نعطيه فقط 3 يعني ك value بس ممكن نعطيه 3 هذا عبارة عن expression ممكن أن يقول والله هنا int مثلاً int a gets 3 وبعد كذا هنا أكتب a فراح ياخذ قيمة a يضعها في x إذن أي expression هنا ناخذ قيمته يضعها في x نفس الشي هنا ممكن أن يقول هنا مثلاً double b gets 1.0 هنا أكتب b فهنا راح أرسل b مكان y هذا الاستدعاء صحيح إيش الاستدعاءات الغلط مضبوط الاستدعاءات الغلط هي كالتالي خلو أكتبها هنا خلو أحط هنا خط واكتبها أولاً أولاً لما أقول o.m of 3 هذا خطأ لأنه عدد الparameters 2 عدد الارجيمانس 1 عندنا 1 argument عندنا 2 parameters لأن هذا خطأ ممكن أقول o.m gets 1.0 و 3 مضبوط هذا خطأ ليش؟ لأن هذا هذا انتجر هذا double هل أستطيع أسمة انتجر double تفقنا قديماً تستطيع أنك تسنت انتجر لدبل إذن هذا صح ما في مشكلة المشكلة هنا هذا double وهذا انتجر هل أستطيع أني أسنت double الانتجر؟ لا ما أستطيع أني أسنت double الانتجر هذه قاعدة مهمة ذكرناها قديماً في الـ data types قلنا الدبل أكبر من الانتجر أقدر أسنت انتجر لدبل بس ما أقدر أسنت دبل الانتجر فإذن أقدر أسنت انتجر إلى دبل لكن ما أقدر أسنت دبل الانتجر مضبوط أو هنا أقول أرسل هنا إرسال argument إلى parameter إذن يجب أن تطابق النوع هنا ما تطابق النوع يجب أن تطابق العدد هنا ما تطابق العدد ويجب أن تطابق الترتيب ممكن يقول لك واحد يقول لك والله هنا ما تطابق الترتيب لأن أنا كنت كأصد العكس الصحيح أني كنت أبغى أقول o.m of 3.1 كنت أبغى أسوي كذا مضبوط ممكن يقول لك أني نسيت الترتيب مزيد فإذن يجب أن تطابق الثلاثة أشياء هذه عندنا في الاركيمنت خلو نشوف البرنامج اللي كنا كاتبينه حق الامفلوي هنا مزيد لو جينا هنا نستجعي salary مزيد لو قلنا e. هذه calc salary هذه calc salary هنا طبعا للأسف ما راح تطلع لي كاملة لكن خلح حاول نفتحها شوي بس هنا شوي هذه calc salary هنا مزيد عندها two parameters hours والover time per hour مضبوط واحد منهم انتجر واحد منهم double لو قلت e اللي هو الابجكت هنا e.calc salary افتحت قوس الى الان معطيني error ليش معطيني error لاني الى الحين ما ارسلت ولا parameter بينما هذه تحتاج two parameters اذا ما طبقنا انتفت القاعدة الاولى يجب ان تطابق عدد الارجمنتز زي ما عدد الparameters ما ارسلت ولا argument هذه انتفت القاعدة الاولى فاذا يجب ان يرسل two arguments مضبوط الارجمنتز الاولى يجب ان تكون عدد ال hours زي ما فنقول مثلا s.next int لازم اقول next int لانها انتجر والثانية خلوا عشان بس نسهل الموضوع شوي خلوا نقراها نخلي القراءة الوحدة زي ما int x int a مثلا get s.next و int هنا int hours hours وهنا طعا ممكن تستخدم نفس الاسم خلوا اقول h عشان بس ما اتل اخبط وهنا double double ot gets s.next double اذا جيت هنا اقول h فاصلة ot كده صحيح ارسلنا الhour وارسلنا ال overtime هنا عندنا hours وعندنا overtime لو كما عندنا ال hours بس اطانا error كلي لا هنا استقبلتو parameters انت مارسل تلي لارجيمنت واحدة مالبوط لو قلبت الترتيب قلت ot او الان مفروض ان الترتيب يكون صحيح وارضه اذا لازم يكون لو كانت ال H عبارة عن double هنا double هنا نقرأ double راح يطيني error يقولك ال H double وال Hours int فما أستطيع أني أرسلك double إلى int هذه قواعد إرسال الارجيمنت للفرامتر مرة ثانية نلخص موضوع اليوم أو موضوع الارجيمنت أي أرجيمنت تريد ترسلها هنا عبارة عن expression يعطينا value راح نأخذ value حق تلك expression نضعها هنا ممكن يكون variables ترسلها مباشرة A B زي ما سوينا هنا ممكن تكون values ترسل 3 زي ما سوينا هنا ممكن يكون expression تكون مثلا A مثلا هنا زائدا ثلاثة فهذا عبارة عن expression إذن أي expression ممكن يمشي كأرجيمنت ونرسله للبرامتر لازم يحقق الثلاثة شروط اللي عندنا هنا ترجمة نانسي قنقر